أكثر من 360 ألف برميل تم إضافتها للطاقة التكريرية في مجمل مصافي العراق خلال عام من عمر الحكومة وزارة النفط تمكنت خلال تلك الفترة من إكمال وحدتي الأزمرة لإنتاج البنزين في مصافي الجنوب والوسط ما خفط كميات البنزين المستورة هذه الكمية تأتي من مصافي كربلاء بطاقة 140 ألف برميل باليوم والوحدة الرابعة في مصافي جنوب بطاقة 70 ألف برميل باليوم ومصافي الشمال 350 ألف برميل يوميا الفريق الفني في وزارة النفط حدد منتصف العام المقبل موعدا لتشغيل مشروع التكسير بالعامل المساعد في مصافي الجنوب المساهم في إيقاف استيراد البنزين عالي الأكتان قطاع المصافي أشهد تطور كبير على جميع المصافي وهذا التطور أسفر عن زيادة الطاقات التكريرية المعلنة خلال هذا العام 360 ألف برميل وكذلك رفع الطاقات الانتاجية للمنتجات النفطية التي أسفرت بشكل إيقاف استيراد زيت الغاز وكذلك إيقاف استيراد النفط الأبيض مضاعفة الانتاج من المشتقات النفطية وخاصة وقود السيارات من الطاقات التكريرية للمصافي الوطنية قطوات تصب في تطبيق خطة البلاد للاكتفاء الذاتي حزم الشرع العراقية الإخبارية بغداد ترجمة نانسي قنقر